تأجيل طرح ملف فتح مطار صنعاء الدولي تحت شروط مجحفة من قبل التحالف عمق الأزمة الإنسانية في اليمن المطار كان مفتوحا أمام أكثر من مليونين ونصف مليون مسافر سنويا عشرات الآلاف منهم من المرضى حكومة صنعاء قالت إن مطار عادا لا يمكن أن يكون رئيسيا في ظل وضع أمني منفلت في المحافظة الجنوبية فضلا عن مشقة السفر بران من صنعاء إلى عدن هناك كان محاذر فنية ومحاذر أمنية ومحاذر مهنية أن يكون المطار الرئيسي مطار عدن ويستغنى عن مطار صنعاء مطار صنعاء كان يقدم الخدمة لأكثر من 2 مليون ونصف شخص بينما مطار عدن في وقت السم لم يكن يقدم الخدمة لأكثر من 200 ألف في السنة فتحويل مطار صنعاء إلى مطار داخلي هذا أحد النقاط التي وقفت ولم يتم بعدين تجاوزها المنظمات الدولية العاملة في اليمن طالبت بضرورة فتح مطار صنعاء بنحو عاجل أمام الرحلات الجوية ولسيما الإنسانية منها وآخر ما صدر عنها بيان مشترك للمجلس النرويجي للاجئين ومنظمة كيري العالمية أكد وفاة 32 ألف مريض بسبب منح السفر للعلاج نشعر أنه من المهم أن يتم فتح المطار مجددا أمام الرحلات الجوية ومن الأفضل أن يتم بأسرع ما يمكن لأن الكثير من الناس يحتاجون العلاج خارج البلاد وفي هذه اللحظة يتحتم عليهم الذهاب إلى عدن ومن ثم السفر ما يشكل صعوبة على المرضى حكومة صنعاء رفضت أن يتوجه للتحالف لجعل مطار صنعاء مطارا محليا ونددت بربط التحالف فتح المطار بملفي الحديدة والأسرع لأن ذلك سيزيد الأمور تعقيدا لا يوجد هناك أي مبرر لمنع المرضى المدنيين من مغادرة اليمن عبر مطار صنعاء الدولي كما تقول منظمات دولية توجه سيدعم جهود الضغط على التحالف السعودي لفتحه بشكل عاجل لتجنب الكارثة الإنسانية أحمد محمد زبيب صنعاء الميادين